اشتركوا في القناة ومبادرات تنمية المستدامة التي تشجع وتعزز النمو الاقتصادي والقوي النظيف والصديق للبيئة والتوجه نحو الطاقة النظيفة هي خطوة من خطوات هذه المبادرات وجزء لا يتجزأ منها وقد خطت فيها مملكة البحرين خطوات واسعة وانجازات كبيرة في سبيل تفعيل استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة وتابع الوزير قائلا ان هذه المشاركة في النمسا تأتي تحضيرا لتقديم البحرين تقرير المراجعة الطوعية الوطني في المنتج السياسي رفع المستوى الذي سيعقد في ولاية نيويورك في يوليو القادم